فيها شبين فيها افليم قصيرة فيها اه دول من كل اه انحاء العالم وخاصة نوعها اه فيها تشجيع للشباب للمتخرجين للي عندهم اعمال سينمائية اه نستقبلوهم بحثنا في المتينال مرحبا بيك شكرا على الحضور مرحبا صباح خير ويسال صباح النور صباح المتينال شامسة مرحبا تحية لك اذا نحكيه على اه بانوراما اسمي لعليك بانوراما للفيلم القصير اللي كل عام تتعاود دورة فيها تشجيع للشباب فيها اعمال متنوعة فيها جوائز اه لو كانت تحكينا عليها اه شكرا لك مهرشان بانوراما فيلم القصير طولي هو اول مهرشان تونسي خاص للافلام القصيرة تأسد في الفين وستاش اه مبادرة معدينا اه هو على كويشية الفكرة هو اه بما انو نقرأ في المشايل اه في المشايل اه السينيما تخرج في اثفين وستاش عمل فيلم قصير هين في اه في اسمو فيسبوك الفيلم بعد اه بعد سنة من اندياش قلنا عليش ليه منعملوش اه مهرشان اه خاص للافلام القصيرة هو يعتبر هو اول مهرشان تونسي في العاصمة اه نعملو فيه في المدينة نعملو فيه في الدونس العاصمة ايوا اه بدينا التجربة لولاك مرحلة في الفين وستاش في الفتاة الخاص ومشينا عملنا العروض كده مرحلة تشريبية ولكن اه حمد طولك كن جمهور اه اه يعني خفيرة بيبليك كوكومبلي اه اه بعد اه بعد فيث اوراة السنة التقلنا الى مشايث الباب في ولاية بيشة اه اه اكشيوا ليشجعمال использовать محلومث بعد علي الجماعيتي اباحا واوبا اه صينا نعني من توراية السيث لتونس وهذا عملنا المهرجين في القصير التولي عملنا في المكتين الثقافة من دورة الخامس حتى دورة القادمة، ليس تكون دورة التاسعة نحب أن نشكر المركز أواطني السينما والسورة والمكتبة السينماية والتونسي الذين يدعموننا في هذه المناسبة للمهرجين في القصير التولي اللي احنا كل عام نعطيه المهرجين في مئتين الثقافة الحاجة اللي عجبتني في، طبعا أنا نعرفك عندي سنوات أنك أنت تنظم المهرجين هذه تصر على دعوة معتها مختلف الدول التي تشارك، فما جويز، فما لجنة التحكيم، فما دورة حذرت فيها أنا كانت فيها سلمة بكار في لجنة التحكيم، دهولي 2018 2018 المهم يحضروا الحقيقة السينمايين معروفين وكبار السينمايين وأيضا برشة شباب يحضروا وتتويجات وتكريمات ومصر رغم الإمكانيات المحدودة رغم أنه بإمكانياتك الذاتية كمال عويج، إلا أنك مصر أنه كل عام تنظم دورة جديدة تستدعي فيها، يحضروا فيها من دول أخرى، تعملوا حتى معتها تعملوا ربط مع بعض المشاركين اللي ما نجموش، يحضروا الحقيقة نحييك ونشجعك على البيدرة اللي قاعد تشتهده كل عام تحاول تطورها وتحسنها شك أذيك ويسار، حبيبت أقول أنه بالنسبة على الفكر تأعذار لشرت تحكيم ببتد في 2016 في دورة الرابعة دورة الرابعة كانت ممشورة معنا المغرش سينماي هيفل بن يوسف، سلمع بكر، مبروك أخذير، وجمال محمتي وبعد من غذيك كل دورة، نجموها عثار لشرت تحكيم جدد سمحوني، عثار لشرت تحكيم جدد في كل مجالات بعد كما يحضروا في العثار لشرت تحكيم كل مختصين في المشاركة سينما شبت إيلين كترها، ستورها بوشوشة، أميل العلوين، لسال جاموسي، معنى كل اختصاصات في دورة الخامسة، كانوا معنا ثيوف من خارج، من جزائر، من ليبيا، من المغرب كانوا مشاركين معنا في المناجين، بانورام الفيلم قصير، اللي هي قبل كورونا، معنى في فيفري 2020 وحامة طولة شايف وسيل الإعلام المراعي والمسموع المكتوبة يعني محاليين والأجنبيين، كما تشوفوا التصاور، التصاور هذو ما من الدورة الأخرانية، الدورة الثامنة للمهرجين بانورام الفيلم قصير التولي نحب نحكي معاك شوية كشيب ربما تعاني شوية، إمكانياتك محدودة، كيفاش قاعد تخدم فيه المهرجينة؟ كيفاش قاعد توفر في إمكانيات؟ كيفاش قاعد تخدم غير معتها الدعم؟ وإلا فم ما شكون يعاون فيك، وإلا فم ما شكون معتها من عرشينة ويدز معاك شوية، هل أنك اتصلت بالوزارة الثقة، فاحكيلي شوية بالنسبة حاليا، المركز الوطني السينما والسورة هي اللي تدعمنا، المشورة ضحية، هي تقف معنا وكل شاي، ومشانا وفرونا القاعة وكل شاي، القاعة العرضة، القاعة العرضة وكل شاي، بالنسبة، أنا ولد عمني، كنت قابلت مشيت الوزار الثقافة، حكيت معهم كل شاي، حتى هم شاشوني، بشي يعني نتواصل للمعرشين البانورامة الفيلم قصيرو التويلي، وحتى هم يسيروا يتعموني معتها في المعرشين، هاي؟ هيدا هوا. اللي يجيوا يحضروا معاك، واللي يشاركوا في لجنة التحكيم، لكل هم الطوعين معتها، لكل هم في إطار دعمك أنت ومجهودك في الفيلم ذايا لأنجاحوا، هدا يتسمى دعم رو حتى كان معتها يشاركوا معاك مجانا معتها الناس معروفين، نجوم، سينما، كيف كيف تنقلات زيدا تجي من البرة، ناس تتنقل حسابها، هذا يعتبر نوع من التشجيع والدعم زيدا راح؟ كيف كان لدينا التحكيم؟ كانوا معنا من المنير بازيس، نور النفسي، أنيس عبسي، حتى معد عديد من النجوم التي كانوا معنا في المعرشين، هذا التحكيم كان في الدورة الثامنة، الدورة الجديدة من الدورة الثامنة، أفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم روائي لبنيني، عن بعض الرجال الثامنة، أفضل فيلم وثاقي لتونيس الدرام لحيثم ساكوحي، ودوكومنتر من جنوب أفريقيا، ومن طلبة عنا نمرو ميحتيش زينة لي وشي بالخريص، وعنا فيلم من فرنسا لجوء وشي كونتي من فرنسا لويس بوينيل، ماذا كون هم الدول اللي قاعدين يشاركوا كل عام؟ والله لقيقة احنا قاعدين فضلا دول اللي مشارك عديد من الدول، من تونس حتى الأستراليا اللي خلية هالك، حتى حتى من فلسطين، من عديد من الدول، من لبنين، من الخليج، فاهمة مشاركات، فاهمة الخليج، فاهمة سعودية، فاهمة وعد، فاهمة، حتى فاهمة بلدين، معلتها، بلدين اللي أول مرة اندهشت بالمشاركة، يحضروا المشاركين يجيوا مع تلتونس ويشاركوا، والله نتواصل معهم عن طريق الاتصالات، عن بعض كل شيء، هيدا هو معلتها بالمناسبة هيدا، مهما يجيوا في الفين وعشرين هلهم هما، ان شاء الله عليش لي ان شاء الله فرصة نكونوا موجودين كل بلدين وكل جاي. بالنسبة للدورة الجيه شنو قاعد تحضر؟ بالنسبة للدورة الجيهة ان شاء الله دورة الفين وعشرين، وعبوا عشرين، بدينا قاعدين يحضروا فيها، ان شاء الله مش نعملها في قاعد دهر شراع بمتينة ثقافة، وعندنا تسة وخمسين فيل من مشاركين من خبس وعشرين دولة، دونس، لبنين، فرنسا، بلغاريا، فكرة أفلام تتعرس لي أول مرة في دونس، فهم أفلام أخرى، ستعرسوا من قبل لكل جاي، فهم لنا نقسمهم، فهم روائية، فهم التحريك، فهم الطلبة، وفهم مذائقية، فهم لهم يكونوا من الزاء الحكيم، فهم أفلم تنتمي بان آخر الصور، ويختارون عشكم وتو حفظة تحكيم، عسني جديد في المهرجين عندما نعمل في المقادرات الأولى عمنا رئيس شرفي للمهرجين لهو بشكونا براهيم الطيف عيوة تحية لي براهيم الطيف شكونا معنا رئيس شرفي أما بالنسبة للعصار لشتحكيم مشتوب 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 بشنا نقولوا على العصار لشتحكيم مستوى ما تمش أي الأعلن عليهم ونشار في جامع في 2014 شاملو نتلو صحفي لمهرجين فانو رامل في المقادرات الأولى في متين الثقافة حب هذي مناسبة حفوا هذي مناسبة نشكر يعني الشمعين الأولياء والصدقاء المعوقين اللي أدحوا لي التكريم هذا بالنسبة النشاح لنشاح نشاح أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين المكتب الوطني شكرا لهم ما شو متحي اللي وقفوا معنا والتعمونا في هذي في هذي الوحد نحن نشكر سيدا الشركاء شركاء معنا يعني والمساهمين معنا اللي وقفوا معنا في المهرجين فانو رامل في المقادرات الأولى وإن شاء الله المستقبل المهرجين يكون يتواصل على المدى السنوات أكثر وأكثر إن شاء الله لو كانت توجه رسالة إلى الجمهورة قاعد يسمع فيك واللي يلقى قاعدين يلقوا صعوبات طلبة متخرجين جدد في مجال السينما مخرجين وغيره شو تقول لهم أمام الاسترار بتاعك أنك شدي صحيح في المهرجين حبيل فن السابع وهم سبعين الشمس فيهم حتى الشباب اللي تابعوا في في البرنيمج المتينة كتحبوا تقطبوا في المهرجين هذا ما أحبي بيهم لازم عادكم أفليم سوى مهما كنت أفليم 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 من المدخلشين من معاهد السينما ولا من 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 احترافين احترافين ولا هواية من تركشي بيب والحاسم فرصة بشي قدم المشاركين بتاهم هما أحنا حالينا بيب تراجحات من 15 جولي حتى 31 أور كنت معنا عثى لشكل الانتقاء من تزير ومن تونس وحبيل تقول أنه أنا عثوا في الاتحاد للمهرجين السينما العربية موجودة في في فلسطين تحت إشراف دكتور عسيدين شلح وعنا عيثا انت شركت من خارج الوسط في لبنين هذا هو دونك الهنا مزيل مفتوح بيب التراشحات للي حب ولا تسكر لا باللناس بالدوح حالي ينفع بيب التراشحات تسكر سكر في جويل يا سكر في قوت سكر في القوت لكن فأنا هناك من المخرجين قاعدين يتوصلوا معنا حبو يقدموا في المهرجين دعنا كما إمكانية المشكل فيش عملنا برنامج دورة أخرى ينجموا يحضروا ينجموا يتفرجوا يأخذوا فكرة على المهرجين بيش المهرجين يشاركوا يبدوا في الأجيل ومنظمين نجموا يحضروا في ان شاء الله في تهر شريعة بيمتين تقافوا فما مش شاء الله بشعملوا برنامج بشعملوا برنامج ممشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك بنوغاما يتواصلوا معنا على الواتساب وعن الرقم الهدف دعنا الواتساب 56 19 19 19 15 19 19 19 الواتساب كله الهدف دعنا 53 14 35 15 53 14 35 35 15 15 هذو هما يتواصل معنا وفهم يتواصل علي واضح شكرا لي كاميل عويج اه عويج ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله اه دورة تكون ناش حكي العادة وان شاء الله دورة اخرى ويعجبني فيه انه مصر معنا تعالى الانجاح اذي اه التظاهرة الثقافية السينمائية كل عام ان شاء الله بالتوفيق ليك شكرا لك كاميل عويج شكرا لكم انتم مزيدة اللي تبعتونا ميخسيبوكو كامل الفريق وهبي لويعر في الاخراج واجدي غابة في اللايف سريمينج ويسال كسرة ويدخلكم ملتقان ان شاء الله غدوة في متنة الجديدة موضع جديدة ضيوف اشتركوا في القناة